تصعيد يومي تشهد المناطق الساخنة في شمال غرب سوريا فمن عمليات القصف إلى مخططات لشن هجمات بالمواد السامة والضحية دائما هم المدنيون آخر فصول هذا التصعيد هو قصف الاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السورية لتنظيم القاعدة مواقع لقوات الحكومة السورية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة حيث استهدف الفوجة 46 الذي تتمركز فيه قوات الحكومة وبلدات كفر حلب وبزناز بريف حلب الغربي هذا القصف وبحسب مصادر محلية من المنطقة جاء ردا على استهداف قوات الحكومة بلدات تقاد وبلنتا والهباطة وبحفيص وكفر عم بريف حلب الغربي يوم الأربعاء دون معلومات عن خسائر بشرية كما قصفت قوات الحكومة كلا من بلدات الافطيرة وكنصفرة وصفوهن والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي بوابل من الصواريخ تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الروسي المسيري في سماء المنطقة وعلى صعيد ذي صلة أعلنت قاعدة حميم من روسية بريف اللاذقية أن هيئة تحرير شام الإرهابية تستعد لاستخدام مواد سامة في مدينة إدلب شمال غربي سوريا القاعدة الروسية ذكرت في بيان أنها تلقت معلومات تفيد بنقل عناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية حاوية مواد سامة إلى بلدة أطمى بريف إدلب دون توضيح نوع المواد وحذر البيان من أنها تخطط لتدبير تمثيلية لهجوم كيميائي ضد المدنيين واتهام قوات الحكومة السورية بها وكانت نقطة عسكرية للاحتلال التركي في قرية كنصفرة بجبل الزاوية قد تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات الحكومة السورية أسفر عن إصابات في عناصر النقطة ترجمة نانسي قنقر